موسيقى السلام عليكم يا ابنائت نتمنى تكون بخير و ألف خير اليوم جبت لكم فيديو جيد كما كتبوه في الصورة راكم عارفين المواطوع عليش خدي نتظر اليوم و اليوم جيت نتر لكم على الفرق بين جوشكيراتيناك التي استعملت ليست استعملت أختي يعني اللي وردت لكم في القناة واحدة في المواطوع واحدة في الذهب اللي عندي سنقول لكم شكو اللي زوينا فيهم حيث الكثير من الناس يتلبوني كي قالوا لي أنت يا دابا قدرتي لاختك جوجات ولكن عافكي من بعد المدة تقدر لنا شكو الأفضل و اليوم جيت من بعد المدة يعني من بعد عام هذي باش مجربين والعامين و جيت باش نوريها لكم و نهضر لكم عليها و أخي عندي غير واحدة والثانية ما عنديش حتما ما عنديش حتما ما عجبتني ما بقاش ماذا غادي نشريوها المهم الكناتين كما كتعرفوه في القناة ديلي مجربين جوجو واحدة في الموب و واحدة في الذهب اللي جربتون على الشعر الاختة ديلي حيث الاختة ديلي كتدير الكيراتين أنا صراحة معمورة ما دفل الكيراتين شعري حيث أنا شخصيا ما بغيتش نديره حيث خفت على التكريبية ديلي الطبيعية تمشي حيث الناس اللي كتكريبها اللي شو أشعرهم ولا كي ولي من تحت دير بحالكة إذا كنت تدير الكيراتين ما بقى ما زال سيقول لهم شعر ديليهم كي تلوه بحالكة بقى دائما مسرح ولا ارتب نيشان يعني دائما و أنا ما بغيتش شعر ديلي يبقى مسرح هكا المهم الاختة ديلي دارت الكيراتين دارجوش الأنواع اللي درتهم اللي أنا عليدي اللي غادي نخلي لكم اللاساس اللي تحت اللي غادي تشوف بطريقة الإستعمال ديال كل اللي وحدها فيهم مهم أول حاجة سنضر لكم على الأول كيراتين اللي ما عجبنيش الكيراتين اللي ما عجبنيش اللي نخليكم بصورة دياله هنا حيث مبقىش عندي ارمينا حيث دي مدة عام ما راهم بغتش يبقى ما زالي بطاعدنا الباكتتي مهم كناش ختينا علاش حيث ملقيناش هذك الدهبي اللي هو هذا سنضر لكم عليه من بعد مهم مهم ملقيناش هذك الدهبي هذا ومشينا بدنا نقلبه أورلاين مشينا البريمور تييندا وقاتلنا ما بقاش ما زال غادي جيبوه ويايا براسة يعني ما عرفتوا ما عرفتوا حيث من بعد جابوه بريمور مهم قاتلنا ما بقاش ما زال غادي جيبوه وهذا هو اللي جابوه مهم نحن نشوفه قتلختي أخوذي هذك المبعدة ونجربوه يعني نجربوه نشوفه 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 أحسن وميز بناتهم المهم هي اخذته وهذه المبعدة التي تشوفه في الصورة درت ليها أول حاجة اللي ما عجبتني هو أنه الريحة خيبة 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 كتقر خيبة وميز الفشل يعني كتوصل إلى هذه الوقت الذي تبقى تكحيفي وكتبخنقي محلة أمونياكو كتحسنت مخنوقع أنا الذي كنت كنت أقوم بها أمو مجوجنا جلد ديار شعرها ولد حمرة 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 حيث ذاك البرودوي مجهد لا أعطي لا أعطي واحدة نتيجة جيدة وكتبخنة لكن هو الأول أعطي شعرها لا يوجد كبيرا من درجة ولكن لن أقوم بإضافة لن أرد نحن لن أفزق شعرها لا يوجد فيديو تدريجات وكتبخنة التي ندرنا في البداية من القناة المهم صراحة الكيراتين هذا الموب لا يجبنش نهائيا لأن الريحة بالنسبة للناس الذين يملكون الضيقة والحساسية والمشكلة والتنفس لا ينصحوا لأنهم يأخذوا الكيراتين لأنهم سيضرون لأنهم لا يوجد مشكلة في التنفس والريئة والمشكلة الحمد لله المهمة تضرني كثيرا لأنهم أغسل أمونياكو لأنهم لا يوجد أغسل 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 لأنهم أغسل 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 فكتبخنة لأنهم لأنهم أغسل حيث تدورها و تخرج الريحة بحال الريحة مجهدة لا نصح بك إذا تدورها و تقربوا لجميع هذه البلاثة لأنك لا تدورها هذا الموضع يمكن تجربة موجودة الريحة خائبة ما الذي كان كان يدوره الريحة لا يمكنك ان تدورها و تدورها و لكنها لا تدورها نهائيا كيف تفرح بشعرك من بعد كيف تغسيصها فيك كيف يمشي هذه الملاحظة لك شهلة أنا سكبت لكم شوال ودوك نهارك اللي درت لها فيها الكيراتين حيث بغيت نكتشف أشنو وش كيف يليق وش كيف يبقى بزاف ولا لا المهم الكيراتين الثاني اللي هو عندي البنات هذا اللي درتوا ليها وعودنا ثاني خذيناه دابا حيث كمالها حيث تحيد للكرة تم شعرها المهم هذا اللي كنا بدينا فيه أول مرة يعني فاشيالله بداية القناة ديالي كنا بدينا بعده وكنت أول عربية اللي كنت غادي ندير طريقة الاستعمال حيث كيني بزاف ديالناس اللي كيجوك يقولوا لي يعني أول عربية اللي شفناها طريقة الاستعمال ديال الكيراتين وصراحة ذاك الفيديو تشاف بزاف من عند الناس وشكروني عليه بزاف وطلعت له واحدة طريقة الاستيقال عفوا طلعت له واحدة وطلعت له واحدة الرسولتات اللي مرضية المهم مرة الفيديو رأخليت لكم في التحت باش انتم ما تشوفوه المهم هل الكيراتين هذه صراحة بزوينة بزاف زاف زاف نصحكم من نسبة الناس اللي عندهم بشعر ديالهم المهم ماشي كيراتين ولكن كيقولون لي اليسادو براسلينيون هي الترطيبة من الناس اللي عندهم شعر ديالهم بزاف زاف زاف ولا حرش لها ولا بسميه حرش لها بسباع حرش لها بزاف زاف زاف بليماش نصحات اخذها من الناس اللي يجيوني بزاف ديالتساء ولا تفاديك الكيراتين اللي كنت وريت لكم طريقة الاستعمال وكانين بزاف ديالناس اللي يساولوني الاسئيلة اللي يقولون لي بسمك بيساولين تصبح شعري وهذه اليسادو براسلينيون هي الترطيبة كيف تريد تصبح شعري خاصة كيف تحكم حيث يبقي آيسادو براسلينيون ، لأنه يكون يفتح اللون الطنو و الشعر مثلا يفتحه بشوكولاته يفتحه لك شوية زعار يفتحه بصفر يفتحه بصفر لذلك نصحكم تسبغوا شعركم قبل أن يفتحوا هذا اليسادو براسليني وكما يريدون أن يفتحه لا يفتح هذا اللون ولا يفتح لك واحد طنو أو جوج طنوس من الشعر فالسلوب المهمات الأليسادو هذه البلات عزوين لأنه مجرد لأنه يوجد قريبات من هاته وكيجي فيه الأليسادو وكيجي فيه بروتشا وكيجي فيه صباعيات وشامبو وكيجي فيه شامبو وكيجي فيه شعر بشكل شعر بالنسبة للشامبو الذي يسألون الكراتين الأختي ستأخذ الكراتين الكاتيبة في بريمور سأخذ بشامبو كبير سأخذ بشامبو كبير سأخذ بشامبو المركة سيساعدكم من تحيج لكم كراتين ويستعمل شامبو المركة كاتيبة التي يبقى لها مدة عام وكتر شاد بها الكراتين الشعر المهمة لها الكراتين هذه الكراتينيات للاحظت مقارنة من الكراتين هذا هو طب هذا هو اللعب بنات لا يوجد من المركة خائبة لا يوجد مدة طويلة في الشعر وفي نسبة الناس الذين يمتلك تدريجات في الشعر نصحهم ان يأخذوا هذا أنا لا أقوم بمقارنة كراتين لأنني لا أمتلك تدريجات في الشعر ويوجد زبطي فينة المهمة تنقية الاستعمال سأخذ بكم في الفيديو لا أعود لكم تنقية الاستعمال لأنني قمتلكها لكم في الفيديو والبنات الذين يمتلك لا يوجد الكراتين في الشعر وما زال ما استعملوه سأخذ لكم تنقية الاستعمال المهمة بنات هذا هو الفيديو اليوم وهذا هو الموضوع اليوم أي موضوع أو أي حاجة أنتم ما بغيتون نهضر لكم عليها في القناة ونبرل لكم حالش كالدرس بطريقة الاستعمال لها أو بغيتوني نجرب شي حاجة خليوا ليها في الفيديو والتحت ولا أي حاجة بغيتوها خليوا ليها في الكومينتر والتحت وغادي إن شاء الله ندير عليكم في فيديو وبسلامة حتى المرة أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة